الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في الصحور ببركة لكن في ناس بتقولك أنا مش هتصحر أنا بقى يبص أنا يعني الصحور ده أنا هلغيه خالص عشان أخس بسرعة وفي ناس بتقولك بقى طالما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصحور في بركة فأنا بقى إيه هزوّت بقى في الصحور أن كل ما زودت في الصحور البركة تزيد وبالتالي مش هجوع طول النهار ولكن في الحقيقة خيروا الأمور إيه الوسط والنهاردة معنا شرح اليوم الثاني عشر من شهر رمضان كل عام وأنتم بخير هاي أيوه أنت عايز تبقى رشيك؟ تبقى رشيك يعني اشترك في القناة بس كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم بكل خير أخطاء الصحور ناس كتير بتاخد وجبة الصحور دي بشكل غلط أو بشكل خطأ أول خطأ أنه هو بيمنعها خالص أو بيلغيها خالص يقول لك بص أنه مش أخد الصحور علشان خاطر إيه يا معلم أنا ايه يعني أنام خفيف كده وأخس أكتر فيتعذب فيجوع جدا فييجي وقت الفطار مقدرش يتحكم في نفسه فيلغبط الدنيا ويبوز الدنيا طبعا الصحور التزم بيه اللي مكتوب ليك في الصحور التزم بيه فعلا هتشبع وهتلاقي أن جسمك متزن كده طول النهار وهتحس قد إيه أن أنت متزن ورسوس الله عليه وسلم وصانع بهذا أن إحنا لازم نتصحر نيجي بقى للناس التانين الناس التانين اللي بيقول لك بقى إيه الصحور بقى لازم يأتقل فيه لازم بقى أكل فيه بقى حاجات كده تقيلة أو هكذا يفضل طول النهار تعبان ويفضل طول النهار مخنوق وبالتالي ييجي على الفطار يقول لك أنا مش قادر أفطر أو في نوع تاني يقول لك بقى إيه اليوم بص خالص بقى فبوز الدنيا وتلاقي في النهاية أن ده لا بيخس ولا ده بيخس فالأحسن أن إحنا هنلتزم بالنظام الغدائي الصحي في بقى واحد ثالث ييجي يقول لك بقى بص بقى إيه الصحور بقى يعني حلويات أروحانا راضد عليك وأقول لك إيه حلويات الودة هو حلويات حلوياته يقولوا عنه في الحكايات ده اللي عرفه عن الحلويات بس لكن حلوياته كلها لا ده مش عندنا خالص أنت تبدل الحلويات بتاعتك أو تبدل الصحور بتاعتك بالحلويات ده غلط ماينفعش لا يجوز لأنه أنت كده بتدمر نفسك مش بتصلح نفسك الصحور حتى على الناس اللي ثبتت لازم يكون خفيف ماينفعش أن أنا أأكل حلويات في الصحور لأنه أنت داخل على يوم مفروض أنه أنت تأكل فيه أكل متزم البروتين مهم جدا في الصحور لو عندنا نشويات ناكلها ما عندناش نشويات خلاص الفكهة في ناس للأسف الشديد بتزود في الفكهة إحنا عندنا ثمرت فكهة واحدة لا نزود في ناس بتاخد عيش إحنا ما عندناش عيش مثلا في الصحور في أيام فلا أزود في العيش طب أبدل بقى الفكهة وأخد عيش مكانها يا عم إحنا بنقول لك فكهة فيها فيتمنز فيها حاجات حلوة فيها ألياف خلينا في الفكهة بس لا أنا أخد دي اللي هو برضو بيحاول يجود من دماغه فلازم ناخد بالنا من بعض الأخطاء دي الناس للأسف الشديد بتلاقيهم إن هو يقول لك مثلا إيه أنا أصنع الفطار مفطرتش كويس فأنا هياخد بقى بقية الأكل بتاع الفطار دا أضمه للصحور لا وإحنا مش دخين جمعية حضرتك يعني إحنا مش اللي فات بقى ناخده على اللي جاي ونعد نجمع لا أنا مش بنجمع إحنا يعني هنا لا إنت لازم تلتزم بالأكل بتاعك في وقته وفي معايده ممكن الفطار أنا مقدرتش أفطر قوي فممكن إيه أخدت مثلا عندي نشويات وخضار وبروتين في الفطار فلقيت إن أنا مش قادر قوي إن أنا مثلا أكل البروتين كله ممكن أخذ نص البروتين في الفطار وبعد شوية أخذ النص التاني لما أجوع بين الفطار والصحور البروتين بس لو سمك لو صدور دجاج لو جبن قريش تلاتة دول أقدر أقسمهم وأخدهم مثلا إيه بين الفطار والصحور بروتين بس لكن نشويات لا ممكن الخضار ممكن الخضار برضو اقسمه واكله مع البروتين طيب الصحور بقى التزم بوجبة الصحور اللي موجودة في النظام الغذائي لان فيه ناس تقول لك طب بص بقى انا ايه هضم الفطار وضم الصحور وكلهم في وجبة واحدة ودول الناس للأسف الشديد اللي هم بيتبعوا ما يسمى بصيام المتقطع يا سيد الفاضل انا حذرتك من هذا النظام وقلت ده مش مناسب للناس كلها الله يرضى عنك بلاش تضيع نفسك انت كده كده اصلا هتخس مشيت على النظام في الايام العادية من غير صيام والله هتخس ربنا كتب علينا الصيام مرة واحدة في السنة بنقطع فيها مية وبنقطع فيها اكل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصيام ده مش للدايت الصيام ده للتقوى مش للدايت مش عشان تخس حضرتك وبالتالي احنا بنستغل فرصة شهر رمضان في التغيير فاحنا بنحاول نوازن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال عجلوا الفطور واخيروا الصحور معنى كده قالنا ناكل وجبتين ما قلناش ناكل وجبة واحدة فالله يرضى عنكم مفروض ان احنا بنلتزم بالنظام الغدائي الصحي كما هو علشان نحاق نتيجة كويسة في اسرع وقت غير كده هتتعب نفسك وهطرهق نفسك وهطرهق جسمك ومش هتعرف تكمل وهتبوز الدنيا ولا ايه؟ ولا اقول لك حلويات تاني الوقت ده هو حلويات؟ طبعا بشكركم جدا على هذه المتابعة وبتمنى انتم تلتزموا ويلا بينا نروح نشوف اليوم الثاني عشر من هذا التحدي اللي بعتبره من اروع التحديات لو انت فعلا مشيت عليه صح ونبدأ على بركة الله اليوم الثاني عشر من شهر رمضان وكل عام وانتم بخير ونبدأ بنظام جميع الاوزان وزي ما تشايفين كده نظام جميع الاوزان لليوم الثاني عشر من شهر رمضان نظام رقم اتنين طبعا نظام رقم اتنين في نشويات في الفطار وكمان في نشويات في الصحور أما نشويات الفطار فهتكون نص كمية النشويات اللي احنا معتدين عليها يعني برضو حلو يعني حاجة كويسة يعني وطبعا عندنا بروتين متنوع في الفطار حاجة كده يعني جميلة جدا والمشروب بتاعنا الرسمي 3 تمرات مع كوبات حليب أجماعة بلاش الناس تعك وتاخد المشروبات اللي هي سريعة التحضير دي وتقول مش هتعمل حاجة لا ده هتعمل كل حاجة وهتدمر لك النظام الغذائي ككل مش بس للناس اللي بتخس لأ ده الناس كمان اللي كصحيا بتبحث عن الشيء الصحي بلاش يا جماعة الحاجات سريعة التحضير دي مضرة جدا بالصحة فناخد 3 تمرات مع كوبات حليب دول أروع حاجة ممكن تاخدها الحاجة اللي بعديها مع علاقة العسل الكبيرة نحل مع كوبات حليب خالد دسم طبعا الفطار بتاعنا أو نبدأ طبعا بالصحور الأول لأن أي نظام بيكون البداية بالصحور والنهاية بالفطار الصحور بتاعنا هيكون عبارة عن وجبة ومشروب وثمرت فكهة وزي ما انت شايفين اختيارات متعددة ومعانا حصة النشويات الكاملة في الصحور فانت هتتصحر صحور متين يعني وحلو جدا ومشروب ساخن مثلا كوبات حليب خالد دسم ممكن تحط مع كوبات الحليب لو انت عايز تحط معالاها تقرفة مفيش مشكلة لو انت يعني حابب ان انت تقسر الحليب بأي حاجة زي ما انت عايز ولكن طبعا حاجة من الحاجات المشروعة اللي معانا طبعا عندك ثمرت الفكهة في ناس بتقولك طبعا باش مهندس ممكن اضرب ثمرت الفكهة في الخلاط مع كوبات الحليب يعني مثلا عندي مثلا نص موزة اضربها مع الكوباية الحليب واشربها عادي مفيش مشكلة طالما انت في وجبة صحور تقدر ان انت تتعامل بهذا النهج يعني طبعا عندنا اختيارات الفطار زي ما انت شايفين طلعت امراض مع كوباية حليب خليت دسم البروتين بتاعنا زي ما انت شايفين بروتين يعني متنوع بشكل كبير لحوم اسماك جبن زي ما انت شايفين حاجات كل حاجة موجودة النشويات طبعا عندنا بقى الرز والمكارونة والبرغل والفريك وكل حاجة والعيش وكل كل شيء يعني تقريبا في النشويات طبعا بتختار بند واحد مش كل حاجة يعني والخضار طبعا الخضار المسموح وطبعا عندنا عدة انواع من الخضروات المسموحة وكتبين لك منها جزء كبير جدا طبعا عندنا وجبة خفيفة بين الفطار والصحور يعني ما عندكش اي حجة انت هتاكل وتشبع وكمان هتخس ان شاء الله عن اخر نمضان بجانب طبعا الاسناكس اليومية واللي سبق اتكلمنا عنها كتير طبعا ده نظام المرضعات نظام المرضعات يوم 12 رمضان هيكون النظام رقم 2 للمرضعات واللي هيكون شبيه لنظام جميع الاوزان برضو نفس الكلام نص كمية النشويات في الفطار والنشويات كاملة في الصحور نروح على نظام الاشبال نفس الكلام نظام رقم 2 برضو نفس الكلام الصحور حصة النشويات كاملة والفطار نص حصة النشويات نظام الصيام الطويل وطبعا نظام الصيام الطويل هيكون مختلف شوية وهيكون بنظام رقم 1 نظام رقم 1 طبعا في النشويات كاملة في الصحور وحصة النشويات كاملة في الفطار وبروتين متنوع يعني كده دلع الدلع هو نروح بقى على نظام الغير صائمين زي ما انتم شايفين كده نظام الغير صائمين يوم اتناشا رمضان هيكون النظام رقم خمسة واللي هيكون ممنوع في النشويات في الغداء والعشاء اما الفطار هيكون عبارة عن اتنين توست بني زايد اتنين معلقة صغيرة عسل نحن زايد كبات حليب خالي الدسم وطبعا او اختيارات متعددة من برضو من جوة مضمون الاتنين التوست مع العسل وبكده نكون انتهينا من شرح نظام اليوم الثاني عشر من شهر رمضان نرجو ان انتوا تتشجعوا وما تأثروش في حق نفسكم لان بجد رمضان فرصة عظيمة جدا للتغيير استودعكم الله الذي لا تضيعوا دعوه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في طرق كتيرة جدا للحصول على انظمة لو نفسك تخس اسهلها ان انت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس بس هيطلع لك كل حاجة خاصة بلو نفسك تخس سواء قناتنا على اليوتيوب صفحتنا على الفيسبوك زي ما انت شايفين دي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس صفحة رئيسية وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهولة وبينزل عليه الانظمة كل يوم وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس ترجمة نانسي قنقر